أعربت إيطاليا عن دعمها لجهود مصر والولايات المتحدة وقطر لتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق صراح المحتجزين وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذكرت وكالة نوفا الإيطالية أن الروم تدعو جميع الأطراف لقبول دعوة الوسطى دون تأخير لاستئناف المفاوضات في الخامس عشر من أغسطس وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق من جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه الكامل للبين المشترك الصادر عن قادة مصر وقطر والولايات المتحدة الذي يدعو إلى إبرام الاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين